موسيقى السيدات والسادة أهلا بكم اجتماع حافل وحاسم مرتقب عصر اليوم لم يحدث وبات اسم الرئيس المنتظر حائرا بين النواب بعد فرط ائتلاف الكتل النيابية الأربع لنعود للمربع الأول في المشاورات النيابية من هنا فإننا نناقش ما الذي حدث وعين هو الاجتماع ما هو موقف الكتل النيابية الآن هل ستتسمر الكتل أم تتصدع الآن هل من بدائل مطروحة ما هو المطلوب الآن لإنقاذ تجربة الحكومات البرلمانية هذه الأسئلة نطرحها على ضيوفنا المهندس عاطف الطراونة رئيس كتل بطن النيابية والأستاذ جميل النمري من كتلة التجمع الديمقراطي النيابية والدكتور المحامي مصطفى ياغي من كتلة المستقبل النيابية أهلا بكم أهلا بك هل لديك أي تعديل لا بس أخذتش مراحضة ألا وهي الناطق العالمي الناطق العالمي مش خلافة سؤالنا اليوم ما هو رأيك بتصويت النواب أو بما يحدث في مجلس النواب اليوم واليوم كان مفروض في اجتماع حافل واجتماع لأربع وثمانين نائب لإقرار اسم رئيس الحكومة القادمة بتصويت سري وسأبدأ من سعادة أبو الليث ما الذي حدث اليوم أولا ما حدث اليوم هو كان تكتل برلماني من أربع كتل أو اتلاف برلماني من أربع كتل اختلفت وجهات النظر عند المفصل الأول وكان هذا مؤشر قد يكون سلبيا لبعض الوقت ولكنه سيمكن الاتلافات القادمة بأن تتحاشى مثل هذه الظروف الاستثنائية لا ينكر على الجميع بأن المجلس النواب بكل كتل برلمانية أمام تحدي كبير جدا اليوم وهو إبراز شخص رئيس الوزراء القادم فكما تعلم الكتل برلمانية وكان لنا وجهة نظر منذ بداية الحديث عندما كرم جلالة الملك مجلس النواب بأن يشارك في صنع القرار وتنسيب رئيسا لحكومة المملكة الأردينية هاشمية كان لنا هناك تحفظ بأن المجلس ليس جاهزا في الدورة الغير عادية والسبب الرئيسي بأن الكتل البرلمانية المكونة الآن تحت القبة هي كتل برلمانية نتيجة لعلاقات شخصية وليست لبرامج سياسية هذا التحفظ لمين وصلته؟ هذا وصلنا في حديثنا مع دولة رئيس الوزراء في اللقاءنا في الديوان الملكي رئيس الديوان ورئيس الوزراء؟ رئيس الديوان الملكي عندما تحدثنا وكان الحديث من كتلة وطن بأننا اليوم بأمس الحاجة إلى إعادة النظر بقانون الانتخاب الذي أفرز نوابا ليس ببرامج سياسية وإنما بصداقات وبعلاقات اجتماعية تكونت الكتل البرلمانية وهذا لا يكفي لأن تتحمل مسؤولية ترشيح رئيسا للحكومة فذهبت الكتل بطريقة حذرة جدا من هم من رشح أسماء هي شخصيات وطنية أردنية لكن لها كل الاحترام ولكن ما هو مدى التزامها ببرامج هذه الكتل هذا عليه إشارة استفهام الموضوع الثاني والمهم هو بأن كل ما يدور الآن حول شخص رئيس الوزراء لا يزال في بداية الطريق وإن كان هناك ترشيح من كتلة أو كتلتين أو أكثر لا يفي بأن يوصل رئيس النواب إلى ثقة النواب فأي كتلة ترشه تضع شروطها التحذيرية لعملية إعطاء الثقة فهذا شيء مهم جدا ونحن في بداية الطريق والإغاية الآن عندي كلام كثير يتحدث على هذا الجانب لا شك بداية الطريق سيد جميل كتلة تجمع الديمقراطي نعم كيف تصف ما حدث اليوم كيف أن أصف ما حدث اليوم ربما أنا أميل لأن أخذ صفة المراقب الصحفي أكثر من الناطق الإعلامي باسم كتلة تجمع الديمقراطي من أجل توصيف محايد للمشهد لكن في توصيف المشهد الحقيقة الكتلة النيابية والنواب حالما شعروا بأنهم فعلا سوف يكونوا أصحاب قرار لأول مرة بدهم فعلا يقرروا مين ستكون الحكومة مين ستكون رئيس الحكومة حدث توتر وحالة من الارتباك الداخلي شو اللي بدهم إياه بالضبط ووجدوا أنفسهم أمام وضع عاجزين في تقرير عن اتخاذ القرار بسبب أحد الأسباب اللي ذكروا صديقنا المهندس عاطف بأن الكتل لا تشكل أجسام سياسية هم تجمع علاقات شخصية علاقات شخصية ربما كتل التجمع الديمقراطي في خلفية سياسية مشتركة ولكنها أيضا ليست موحدة تماما نشأ هذه الكتلة حديثة في المجلس الحالي اللي حصل أن الأربع كتل تفاهمت على أن تحاول من أجل إنجاح التجربة أن تفرز شخصا واحدا باسم الاعتلاف وهو من 84 نائب أي أغلبية نيابية استجابة لا توجه جلالة الملك بأن يحاول مجلس النواب أن يقدم أغلبية تدعم ترشيح شخص معين في الواقع قدم ترشيحين من التجمع الديمقراطي واحد ومن كتلة وطن واحد وبانتظار كنا تسمية الطرفين الآخرين لترشيحاتهم والوعد الحر والوسط الإسلامي الوعد الحر سموا نعم ثلاث مرشحين ثلاث مرشحين صار فيه ولكن حالما ظهر بأن كتلة وطن سمت الرئيس الحالي عبداللنسور وكذلك كتلة الوسط الإسلامي انقلب الآخرين أو على الأقل الوعد الحر برئاسة أمجل المجالي رأوا أن في ذلك انقلابا أو تغييرا عاما تم التوافق عليه بأن لا يكون أحد رؤساء الوزارات السابقين وهذا لم يكن متفقا اسمح لي أقولك لم يكن مؤكدا أن هذا الاتفاق حصل قيل فيه ولكن في نهاية المطاف كل كتلة بالنهاية بتقرر حرة فيه أن ترشح من تشاء ويجب قبول هذا الترجيح رفض الوعد الحر ذلك ورفض أن يستمر في المشروع الذي ذكرته في بداية الحلقة هو هو اللقاء للتصويت من الأربعة وثمانين نائب يعني من فرط عقدة الاجتماع الوعد الحر تقريبا هو الطرف الذي رفض إذا ذلك التجمع الديمقراطي أخذ علما بهذه الواقعة وبتحليل الموقف رأينا أنه عمليا عقد الاتلاف حول هذا المشروع فرط نحن حريصين على وجود اتلاف نيابي ولكن فرط عقد الاتلاف حول مشروع تسمية رئيس وزراء بصورة مشتركة عندما حدث ذلك بدأنا نراجع الموقف كله ووصلنا إلى نتائج ممكن أحكي لك إياها دعم خلي نتائج كمان شوي أسمع رأي بطول مصطفى يغي فيما حدث اليوم موقف المستقبل مما يحدث اليوم بسم الله والحمد لله بداية في ظل تباين المواقف وتراجحها أحيانا تارة وتارة أخرى إلا أنني أؤكد على أن كتلة المستقبل من اللحظة الأولى من الإعلان الأول ما زالت ثابتة على موقفها بأنها تريد حكومة برلمانية بالكامل رئيسا وأعضاء لم نختلف ولم نفرط أي تحالف ولم نكن جزءا في أي تحالف يقول خلاف ذلك الكلام لا شك أننا التقينا بدون تسميت اسم إذا سمحت لا لا حتى اليوم كان عنا قدرة على نسمي بس أنا خلينا أوضح بعض المسائل يعني قضية عدم مع الاحترام والتقدير لما طرح الزملاء من عدم جهوزية المجلس باختيار رئيس أعضاء حكومة برلمانية لا أنا قد أختلف معهم إلى حد ما بأن هذا المجلس الذي حصل على ثقة الشعب لا هو قادر على إدارة المرحلة القادم وقادر على تشكيل حكومة برلمانية وقادر على تسمية رئيس للوزراء من داخل المجلس لكن هذا لا يظهر ولما لا هل يظهر ذلك الكلام؟ أنا أقول لك ليش لا يظهر أنا أقول لك ليش لا يظهر لأنه قد يكون هناك ثم تمناط مصلحي موجود عند بعض الكتل أو بعض الأطراف أو بعض الأشخاص في الكتل يدفع باتجاه شخصية ما لكننا العنوان المتفقين عليه في كتلة المستقبل أننا نريد حكومة برلمانية بالكامل لأننا نريد أن نملك زمام المبادرة هل تسمون رئيس ووزراء؟ ولم لا هل هناك توافق داخل الكتلة على أقل تقدير في هذا الحال نعم هذا موقف كتلة المستقبل الثابت في هذه الزاوية وأرجو أن أشير أيضا أن هذا اللقاء تكمل أهمية هذا اللقاء الآن في ظل وجود ممثلين عن ثلاث كتل برلمانية وربما الكتل الأكبر في مجلس النواب أننا يجب أن يعلم الشارع تماما ما يدور تحت قبة البرلمان وفي أروقة مجلس النواب بشكل عام وأن هذا المجلس ما زال يحمل هم الناس ويحمل هم الشارع التخوفات من عدم التسمي أو الوصول إلى أشخاص بذواتهم هو حرص النواب جميعا على أن لا نقع في المحظور وأن تكون لدينا رؤية واضحة وخطة الطريق واضحة للمرحلة القادمة طيب مهندس عاطف بعض اعتبر ما حدث اليوم من فرط عقد الاجتماع هو عودة للمربع الأول وطن والوسط الإسلامي باتوا اتلافا مستقلا عن الاتلاف السابق وغسرتوا اتلاف لحالكم أنتم وصلوا الاسلام بشيك؟ ونحن نواء إلى الاتلاف السابق نواء في الاتلاف السابق وبقيتم كما أنتم وانسحبت تجمع الديمقراطي والوعد الحر من هذا الاتلاف بشيك؟ هو فرط عقد الاتلاف الرباعي أولاً قدنا مبادرة الاتلاف من حيث المبدأ بأن يكون هناك اتلاف وسندفع دائماً بأن يكون هناك اتلافاً قوياً قائماً في مجلس النواء لأننا بقناعة بأن الهدف من هذا الاتلاف هو ليس فقط إفراز رئيساً للحكومة وإنما هي محطة يعبر منها الاتلاف وإن شاء الله ستزيده قوة ومتانة في الأيام القادمة المجلس القادم والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذا المجلس تحتم بأن يلتقي المجموع من الكتل البرلمانية على قواس المشتركة وهذا ما يسمى تيار أو يسمى اتلاف أو يسمى توجه يجب أن يبرز في الأيام القادمة إلى مجلس النواب الحالي يجب أن هناك أمور كثيرة ما بين الكتل البرلمانية ليس نهاية المطاف هو إفراز رئيس الحكومة الرئيس قد يكون هناك خطورة كبيرة جداً عندما نتحدث عن إملاءات من كتلة على الطرف الآخر بأن لا تتقدم بترشيح فلان طيب هذه الكتلة إملاءات وين صارت؟ اليوم نتحدث واضحين أي إملاءات حدث؟ عندما نتحدث عن الوعد الحر بأنه يحتم على وطن بأن لا يرشح أي زميل من كتلة وطن رئيس الوزراء الحالي لأنه ينتمي إلى نادي رؤساء الوزراء السابقين هذا كلام تقصد على اسم الدكتور عبدالله أنسور؟ نعم نعم كان لهم وجهة نظر مغايرة إلى وجهة نظرنا بأن الدكتور عبدالله أنسور هو ينتمي إلى نادي رؤساء الوزراء السابقين وإحنا لنا رأي أولا عندما طرح موضوع رؤساء الوزراء السابقين هم شخصيات وطنية لكن لهم كل التقدير والاحترام لكن لا نريد كتلة بأن نزج بهؤلاء الأسماء إلى المرحلة الحالية لأنها كثير من الأمور قد تتقاطع مع توجهاتهم السابقة فبالتالي لا نريد أن نزج بهم بمعركة خاسرة وإنجاز التعبير نعرضهم إلى عملية سوء تقدير في هذه المرحلة بالذات فقلنا أنه ننأى برؤساء الوزراء السابقين عندما تحدثنا عن رئيس الوزراء الحالي بأن البرلمان اليوم أمام استحقاق دستوري كبير جدا وهي موازنة الدولة وهذه الموازنة أصبحت تصرف الآن بواحد على 12 من كل شهر وهي تحت التنفيذ واليوم إذا أتت أي حكومة سواء من رحم البرلمان أو من أي جهة أخرى فهي ملزمة بوجب دستور تنفيذ هذه الموازنة ولا تستطيع أن تخرج عن الإطار العام لموازنة الدولة فكيف تملي على حكومة النجاح وهي محددة بموازنة والمجلس يعرف جيدا بموجب الدستورة بموجب نظام الداخل لا يستطيع أن يرفع منها في السن واحدة طيب هذا الأمور جعلتنا بأن تريت بأن الدكتور عبداللنسور هو شخصية أيضا أردنية وهو من رحم البرلمان السابق وله مواقف مشهودة وطنية ولغاية الآن لا نجيز بأننا أعطينا تسليفا للثقة وإنما وضعنا شروطا قاسية بأننا أمام خمس أو ست شروط يجب أن يلتزم فيها إذا أراد أن ينال السيطرة ينال التنسيب ولكن لا ينال السيطرة في موضوع الميزانية تحديدا كونك ذكرته خلينا أحكي عن المجلس السابق كم حكومة مشتعة الميزانية التي قبلها وبالتالي ما شفنا أي لون متغير من الحكومة التي كانت أفضل من الثاني في مزراء مالي قلب الموازن رأسا على العقبة لم يقلب أي موازنة لم يقلب على الموازنة لم يقلب العجز بقي عجزا وأنت ترى أن هذا السبب الوحيد العجز بقي عجزا والمحافظات بدأت في منأة عن الموازنة الدولة ولم يخصص أي مبالي لتنمية وتطوير أطراف المملكة هذا أمور كان مشهودة وكانت تحرك الشارع الأردني ضد هذه الموازنة بأنها أجحبت في حق الأردنيين خارج عمان أنا أريد أن أخرج بفاصل قصير أستاذ أبو الأمير ودكتور مصطفى أرجع لكم ويكون لديك السؤال أستاذ جميل وحول اسم رئيس الوزراء القادم وليه ساب الخلاف الحقيقي في الاتلاف هذا جوهر الموضوع بعد فاصل قصير مشاهدينا بقوانا متابعين أهلا بكم من جديد نعود لحوارنا تحدثنا عن ما الذي حدث اليوم في فرط عقد الاجتماع الأكبر بين النواب 84 نائب ونتحدث الآن عن الأسباب حقيقة واضح تماما أنه اسم الرئيس والخلاف بترشيح وطن والوسط الإسلامي ويكتور عبداللنسور وبيدي أجل التجمع الديمقراطي أستاذ جميل وأنا قلت لك المشكلة في الاسم لكن حتى أنتم كتجمع الديمقراطي طلع عنكم أنه عبدالله الخطيب هو مرشح تجمع الديمقراطي للحكومة القادمة وحديث المهندساء عطف واضح هناك ميزانية واضح طرحه بدأ بالعمل بها رئيس الوزراء الحالي خلي كمل أنتوا حتى تراجعتوا عن الاسم بعدين قلتوا لا يا عمامنا نتراجع لا مش تراجعنا خلينا أشرح لك شو الحدث الحقيقة مسألة الاسم كما قلت كانت هي جوهر القضية وكانت جميع يدور حولها حتى قصة المواصفات والمقاييس للرئيس المنشود حتى حكومة من داخل مجلس النواب أو من خارج مجلس النواب هو إذا من داخل مجلس النواب أعطيني اسم يعني أنا مثلا لا أرى أحد من داخل مجلس النواب أفضل أن أسمي رئيس للوزراء وبعض الأطراف مثل المستقبل والوعد الحر أصرت أنها بدها رئيس وزراء من داخل مجلس النواب ثم على الأقل وعد لو أقول خلي جلالة الملك هو اللي يسمي ما بصير تقيد جلالة الملك تقول سمي لي واحد بس من داخل مجلس النواب طب إذا جلالة الملك ما شعبش قعد من داخل مجلس النواب شو النتيجة يعني هذه الطريقة لتقديم الأمر بأعتقد خاطئ سمي إن كان من داخل مجلس النواب أو من خارج مجلس النواب كتلة المستقبل أيضا نفس المشكلة بتقول بنا حكومة نيابية رح نسمع شو عندهم مين بدك تزكي بالأخير بدك تزكي اسم ما بصير تقول لجلالة الملك سمي لي واحد انتوا سميتوا اسمح لأقول لك إحنا بالنسبة لنا بكل ديمقراطية صار نقاش وطرحت عدة أسماء الإسم الذي حصل على أعلى نسبة أصوات عبدالله الخطيب الآن كان الخطوة اللاحقة كمان أنت بتسميه واحد بدك تشوفه وتتناقش معه هذا كانت في الواقع تسمية داخلية ومطروحة على الإتلاف يعني لم تكن تسمية نهائية لتقدم إلى جلالة الملك كانت تسمية أولية لتطرح على الإتلاف هلأ تضح أمرين أولا أنه عبدالله الخطيب ليس ميالا لذلك يعني لا أقول لك بأمانة سمعنا أنه يعني لا يفكر بالأمر يفكر بالإستمرار قابلته لما قابلته لا في الواقع اقترحنا مقابلته ولم نتمكن من ذلك طيح يعني لم يحصل الأمر صحيح أنه دولة تعاوني الخصابنة ودولة عبدالكي من الكابريتي رفضوا من بداية أيضا نعم أيضا ولكن ليس مباشرة يعني الكتلة لم تعقد لقاءات معهم رفضوا فيها الترشيح نقل لنا عبر آخرين أنه ما بفكرواش بالموضوع تمام اللي حصل اليوم بعد إعادة مناقشة قلنا أنه الطريقة الوحيدة كل كتلة تسمي مرشح وفي ضوء المعلومات عن موقف عبدالله الخطيب والنقاش الذي جرى تقرر إعادة نقاش الموضوع والاتصال مع الشخصيات الوطنية إحنا كان يعني في نقد ذاتي عندنا في التجمع إنه إنه ما بجوز نبادر لتسمي الشخصية وإحنا ما قبلناها وما شفناها وما تناقشناش معها يعني شكرا تحملني لا تحملك تماما تحملني وممكن هذا بس مقابلات يعني يستاذي أنت لما بدك تسمي شخصية ما بدك شوفه إذا منسجم تماما معك يعني وكأنها باتت وظيفة لا لا يستاذي لا لا ليش وظيفة مش معقول لا ليش وظيفة يعني أنت بتتفاجأ مثلا ممكن تسمي شخص ويطلع أولا ممكن أنه يطلع مش متفق معك في كثير من النقاط ممكن هو ما بدهوش يعني بصراحة القرار اللي توصلنا لليوم أنه لا يجوز تسمية اسم دون أن نكون قد تناقشنا جلستم معه وسميتموه بعد قناعة بأنه يتفق مع برنامجكم كيف تليم بالضبط طهر القرار اللي توصلنا لليوم طيب دكتور اسمحي دقيقة اسمحي دقيقة أنا مهوني أنه كمان أنت المستقبل عليكم بعض المراحلات الله بنقول لك أنتوا جماعة ما بتسموا مين قالوا ما سميتوا اسم ما سميتوا اسم وانتوا جماعة بدكم حكومة برلمانية بدكم حكومة برلمانية وبدكم رئيس من داخل مجلس النواب وهي ممكن نقشة من مجلس النواب تسمح لي اقتداءا أنا بصراحة مع كل احترام وتقدير لكل من انتهت إليه بعض الكتل في تسمية وطرح أسماء قضية الزج بأسماء في أروقة مجلس النواب وأن تلتقطها الصحافة وأن تبقى في محط الرأي العام هذه مسألة غاية في الخطورة ابتداءا فأنا استوقفني مثلا مسألة عبدالإله الخطيب ينبغي علينا قبل أن نطرح الاسم أن ندرك المحاذير التي تتبع طرح هذا الاسم على سبيل المثال أنا سأقول رأيي نحن نحن على الهواء فأدر يسيك شدر جمهور الأردن أبدا بالضرورة لا نحن يسيجنوه زل ما يحسن مني وعلى عيني مراسي وقاد مرحلة لكن أنا أتحدث عن مأسسة كل الهيئات التي جاءت بالاستناد إلى مسيرة الإصلاح وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالله الخطيب نجح إلى حد ما بصرف النظر كيف كان عنده أخطاء في قيادة العملية الانتخابية الهيئة المستقلة للانتخاب لأنها مطلب جماهيري ومطلب إصلاحي بحث وبالتالي ولدينا الآن في المرحلة القادمة انتخابات بلدية كيف لي أن أطرح لو تمحك دعنا أكمل فكرتي إذا سمحت أكمل فكرتي طيب فكيف لي أن أطرح بعبدالله الخطيب رئيسا للحكومة وأنا معني بإنجاح الهيئة المستقلة للانتخاب هذه زاوية الزاوية الثانية كمان وهذه زاوية خطيرة وأنا 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 أتحدث فيها إذا طرحنا عبدالله الخطيب معنى ذلك أن الشارع سيقول بأنه هذولا يعني رجال عبدالله الخطيب مجلس النواب السابع عشر جابه عبدالله جابه عبدالله قضية بغاية في الخطورة جميل هذه الزاوية الزاوية الثانية أنا حكيت لك أنه ثمت زملاء لنا في الكتل وقبل شوي بالفاصل تحدثنا بصراحة عن هذا الموضوع أنه بدفع باتجاه معين أنا ما عندي مشكلة بس لماذا إحنا فقط يعني لماذا هذه الأسماء تتردد أليس أليس في المئة وخمسين نائب في البرلمان اسم قادر على قيادة الحكومة ونتفق عليه هذا أمر هذا أمر ممكن تسميلي أنا أقول لك أنا مخذر أنا ما أقطع تكي يا حبيبي بدنا بس عشان ضول باك أنا ما أقطع تكي خلنا أكمل تضل ترلي بس بالمطلق نحن لسنا مع يعني مع الشخص كاسم وإنما مع الشخص كرؤية وكبرنامج مع الشخص كفكر مع الشخص كما أشارت زمناء قبل قليل لدينا شروط لدى الشارع شروط نعكس هم الشارع وبالتالي أنا مش موضوع أنا هل ممكن نسمي عاطف الطراونة رئيس حكومة لكن هل عاطف الطراونة رئيس الحكومة مع كل احترام وتقدير لديه مواصفات على أن يقود المرحلة القادمة لسيما في أن وانشروع قانون الموازنة العامة محال على اللجنة المالية في مجلس النواة دكتور برضو أنا بحكي بوضوح تفضل أنتم في كتة المستقبل لم تسميوا حتى اللحظة رئيسا للوزراء لن نسمي لن نسمي لن نسمي من خارج المجلس موقف نتور سمونا من داخل المجلس سميتوا من داخل المجلس سنسمي عندما نأترف حتى اليوم عصرا لغاية الساعة الخامس عصرا كان لدينا حوارات وتفاهمات لبناء اتلاف حقيقي بين مجموعة من الكتل ولا يقل عن أربع أنا بغطيك أسمها طبعا فضل يعني المستقلين جزء من اتلافنا وجزء من فكرنا وجزء من موقفنا الثابت بأن تكون حكومة برلمانية بالكامل طيح عنا بالإضافة للمستقبل والنهج الجديد أيضا تمام وعنا مجموعة والوعد الحر اللي قبل شوية يعني عم بحكي اتفقنا حتى مبارح كم ناعب مجموعة ما دول بطلع مجموعة 56 56 ناعب فبالتالي فبالتالي يعني ما نخاف تقيق اسمحوا لي اسمحوا لي 56 واقتلاف وطن ووسط الإسلامي ما هو فرط فرط عقب لا 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 وطن ووسط وطن ووسط يمكن تخليه ماشي أنا فكرت كان أربع كتل الأول يمكن تخليه ماشي وبنضيف عليهم الاتحاد الوطني مش هيك اتحاد الوطني ما رح نسمي رئيس من خارج المجلس من جو المجلس من جو المجلس سنسمي اسمح لي يا دكتور أنا بحكي انتو 56 نائب رح تسمي اسم من داخل قبة البرلمان رئيس الوزراء وهناك أربع كتل سمت كم رح يتفقوا على اسم 69 تقريبا 69 يبقى يبقى أنتم من ترجحون الكفة مش هيك إلى حد ما فأعتقد بصراحة يعني الوجه اللي اليوم تبلورت بنقاش معمق احنا قاعدنا من يعني جزء بعد ما تركنا الدوان الملكي للساعة خمسة وشوي وإحنا قاعدين اتضح أنه الأغلبية تريد اسما غير تقليدي ليس جزءا من من توالوا تكملوا اسم في مجلس النواب أنا سؤالي واضح اسمح لي عشان خلنا أقولك من الآخر الكتلة أخذت موقفا بأن لا تكون الحكومة من داخل مجلس النواب لأن هذا ينطوي على مخاطر كبيرة وممكن أحكي لك هذا أنت ما بتكون طب من الاسم كيف شو اسم الجديد لأنه أنا دائما نسمع كثيرا في الإعلام نريد اسما جديدا نريد رئيسا توافقيا نريد 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 ما الجديد شو الجديد كيف عن جديد لم يستلم قبل ذلك رئيسا للحكومة أو وزيرا مش من الأسماء التي توالت تقليديا في أروقت الحكومة خلال فترة السابقة يعني من الأسماء الوزراء السابقين المعروفين من رؤساء الوزراء السابقين هو التوافق أنه مش من رؤساء الوزراء السابقين ولا وزير سابق لا مش ولا وزير سابق يعني هلا يا أخوي شو بدأ أقول لك المشامل يبقى ومتكى أو بالعمير أنا بدي أشرح لك الكثير من الشباب في الكتلة وهم شباب تقدموا وتفكيرهم إصلاحي بيعتبروا أن الشخصيات السياسية التي زاولت الحكوم خلال المرحلة الماضية ليست شخصيات إصلاحية ولا يمكن تقديمها للرأي العام والرأي العام سيارى فيها شخصية تقليدية على النمط القديم وابدهم تجديد هذا أنا بقول لك تجول عام في الكتلة التجديد سيكون باسم رئيس من خلال شخصية يعني غير تقليدية ما هو فرضو غير تقليدية يعني منك وزير سابق عادي غير تقليدية أهم إشي ما يكونش رئيس وزراء سابق التقليدية يعني يكون رئيس وزراء سابق أو اسم طوريحة سابقا أو رشيحة سابقا لرئاسة الحكومة هذا مرفوض عندكم مش بهذه الدقة يعني أبو ليث معلش اسمح لي وطعت أبو الأمير أنا شخصية ذات عمق إصلاحي واضح عمق إصلاحي واضح غالبا قد لا تكون طيب المهم أن تكون إصلاحية أبو ليث أنا عندي نقطين لدى المستقبل توجه واضح جدا الحكومة ورئيسها من تحت قبة البرلمان وأبو الأمير واضح نريد تجديدا بالكامل أنتم لا دخلت هنا ولا دخلت هنا يعني إحنا دخلنا هنا وهون لأنه في المحصل مع احترامي للزوملة الآن إحنا ما بنتحدث هنا مشان عملية استمالة لانتخاب من قبل الشعب نحن ممثلي الشعب واتخذ الشعب قراره في 23 وأفرز نواب وإحنا قادرين أن نأخذ قرارات ونقترب من الآخرين بقدر ما يقتربوا من الإتلاف كان لنا وجهة نظر ككتلة وكان لنا شروط ومواصفات في شخص الرئيس عندما اقتربنا من الزملاء وطرحوا مع احترامي للتجمع الديمقراطي طرحوا اسم عبد الله الخطيب كمرشحا للإتلاف الرباعي ومن ثم الوعد الحر طرح معه للدكتور عوض خليفات وكلهم شخصيات وطنية لكن لهم كل الاحترام الآن طرح وطن والوسط الإسلامي أيضا بالأغلبية دولة الرئيس الوزراء الحالي عندما أردنا أن نخضع التجربة إلى عملية التوافق ما بين الأربعة وثمانين وكان لنا مقترح اليوم لأننا آثرنا كأكبر كتلة في هذا التجمع أن نقدم تنازلات مشروطة بحذر حتى نجمع الاتلاف ودائما نكون قريبين إلى التوافق بإثار عالي جدا وليس على مصلحة الشعب ولا مصلحة الدولة ولا عملية كسب مؤقت للشارع نعرف جيدا ما يحدث الآن في مجلس الموارب متسميات كسب شارع في بعض الأمور نعم هي عملية مناورة نريد أن كذا للشارع لا يرضى الشارع يريد خدمات الشارع يريد تغيير قانون الانتخاب الشارع يريد قانون ضريبة الدخل الشارع يريد قانون الضمان الشارع يريد إصلاحات حقيقية الشارع يريد مكافحة فساد إذا أردنا كمجلس نواب أن ننهض من هيبة مجلس النواب في نظر الشارع فعلينا هذا واجب وأيضا الحكومة الموجودة الآن هي في مرمى سهام مجلس النواب إن أراد أن يثقل عليها بالرقابة بالمتابعة حتى تستطيع أن تنجز ما توفر لها من ضمن الإمكانيات الموجودة البرامج المطروحة اليوم نتحدث عن استحقاق يجب أن يخرج قبل تسعة ثلاثة تسمية إلى شخص رئيس الوزراء هناك موازنة معدة وطرحنا هذا على زملانا وقلنا بالحرف الواحد للأربعة وثمانين اليوم نريد منكم أن نكون مجتمعين لأن مصلحة البرلمان يجب أن نكون هناك جبهة أو اتلاف أو تكتل بحيث لنا محطات أخرى ما بعد الرئاسة وقلنا أن نرفع الأسماء الثلاثين أمام صاحب الشعر وصاحب الرأي لم يأتي موافقة منكم تتحدثون الآن عن مواصفات وكأننا ما هي المواصفات المطروحة لشخص رئيس الوزراء أنا أعرف بأن البرلمان عندما يتبنى شخصية وطنية جدا أن يكون من ضمن برنامجه ما هو البرنامج السياسي اللي أنت تطارع على غير تقليدي غير تقليدي شو غير تقليدي أنا ما أنا فاهم مواصفات تقليدي غير تقليدي يعني شو بيلبس بانجلز وشعره طويل وعينه زرق ولا إيش هو ولا مواصفاته وفكره ينتبه للحزب الفلاني ولا يكون بعثي ولا يكون شوعي ولا يكون وطني أردني شو هي المواصفات المواصفات الموجودة هي مدى مقدرة الإنسان أن يخرج من رحم حزب وفكر سياسي حتى يقول هذا البرلمان صاحب الكتلة الفلانية فيها عشر إلى خمسة عشر نائب أفرزت هذا الشخص هو رئيس وزراء الأردن لأنه يحمل برنامجها دون ذلك نتحدث بأن كتلة البرلمانية تقارب من الانهيار على الشخص بأن يكون عضو في لجنة ويتم انشقاقات الآن في مجلس النواب الأردني أنا أحترم جملائي وأقدر لهم العناة والضغط الكبير النفسي لكن هناك استحقاق يجب أن نخرج فيه للشارع الأردني وأن نتحمل مسؤولياتنا وأن ندافع عن هيبة البرلمان هيبة البرلمان الغير قادر على ترشيح شخص واحد أيضا صاحب الشان يستطيع أن يسترشد بأدوائر الأمنية ويأخذ مئتين اسم اليوم ولكن هذه كانت مهمة مجلس النواب للمشاركة التدريجية في صنع القرار فأخفقنا ولكن أنا أتصور بأننا قادرين على لم لم الاتلاف بعد أيام قليلة جدا لأن هذه محطة سنعبر فيها على الشارع بأننا كل هزة أو تصيب هذه الكتل ستزيد قوة ومتانة سأرجع لكم وأسمع رأيكم في اللي حكام المهنس أعتقد كثير كان واضح بعض التعليقات على عجالة وليد أبو عميرة يقول حكي فاضي لا تصويت ولا غيره نسور راجع لأنه لسه في بلاوي كثير بدي عبرها هاني الزبن بيقول اختيار نسور مناسب لأنه رجل نظيف الأردنيون يريدون نبيا مرسلا لإدارة الحكومة محمد حباشني يقول اختيار نسور بداية نهاية المجلس النواب الجديد سائد يقول لأنه الاختيار ليس بيد النواب هاني الزيود يقول مشاورات غائبة عن نبض الشارع وعلي الحمود عبر تويتر يقول النواب غير قادرين على اختيار رئيس الوزراء بسبب فشل سياسة الكتل من الأساس وحزب الاتحاد الوطني عبر تويتر يقول احترم الكتل التي امتلكت الجرأة والصلاحة بتسمية اسم وليس مواصفات وعيسى الجزاوي عبر رسائل القصيرة يقول تمنيت جادا أن تكون الحكومة برلمانية بحتة وغير تقليدية كما هو حاصل رح أرجع لكم أسمع رأيكم بالتعليقات الموجودة وأخذ رأيك عبو الأمير ورأيك دكتور حول ما تحدث بين مهندس عاطف فلنبتعد عن الشارع نحكي حقائق واقع وانتو في أحاديث خارجه عن الإطار العام لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا يبقوا معنا متابعين أهلا بكم من جديد الحديث مستمر في الفاصل حول من هو رئيس الوزراء وكيف المواصفات وأزمة المواصفات وما هي المواصفات والمهندس عاطف واضح أستاذ جميل شو المواصفات شو قصة شو قصة مواصفات وشو قصة جديد يعني مين نجيبه هاي واضح تماما الحديث من الأردن أكيد طيب ولكن ليس بضرورة من داخل مجلس النواب الحقيقة أنه أنا أعترف بأن هناك مشكلة مش في مجلس النواب ترى وين ما أروح أنا يعني كنت أحاول أعمل استطلاع على الفيسبوك طرحت الموضوع على القراء ووجدت أراء متناقضة جدا والكثير منها بقول يا عمي ما بنا واحد تقليدي بنا شخصية جديدة مشاهدي بقوله طيب سمي والأغلبية تعجز عن تسمية الشخصية وداخل كتلتنا بعترف أنه لم يكن هناك يعني زي ما تقول مش قدرة ما في أسماء يعني بحطولك دائما بنا شخصية جديدة وبتلاقي بنقول بنلاقي في الأردن ما بخلاش إلى آخرين ففي مشكلة الإسم بصراحة وهذا يعني في الواقع يعني إذا في ربضارة نافعة أنك تشف أن القضية ليست بهذه السهولة أنك أنت تنجي رئيس وزراء لأنه دائما نحن رؤساء الوزراء اللي بتمدد ولا مش ملاقين غيري جابوا رئيس وزراء لاحظ والآن إحنا في قلب هذه المشكلة فرجعتوا 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 للسي في لا لا يا سيد لا ما لجأنا للسي في هذا كانت مقدمة يعني الناس بأ بهيك الأرأ يا أخوي أنت تجربة جديدة يعني خلينا شوي إحنينين على إحنو 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 مقدر الموقف يا أخوي الناس تقول لك طيب قبل ما نبدأ ما دام إحنا بنا نسمي لأنه أول مرة ترمى الكرة في ملعب مجلس صحيح إنه يقرر هلأ بدك تقولهم طيب هات اسم أول إشي بقولك طيب خلينا نتفك شو البنية شو رئيس الوزراء البنية خلينا نتفك على معايير فهمت عليك ولذلك طلعت قصة المواصفات وأنا شخصيا شخصيا كنت دائما ضدها تقديم مواصف وتروح مباشرة على الاسم المواصفات الموجودة بذين كيف يفترض والمواصفات ليست معزولة عن الشخص شايف هلأي أنت بالأخير بس اللي كانوا يطرحوا غالبا هذا الرأي كثيرا ما كانوا يدور بذينهم شيء معين على سبيل المثال اللي بيقولك بالنيام من داخل مجلس النوار هم متفقين شو يعني من داخل مجلس النوار ما هو كل واحد نايم على قصة على اسم نايم على اسم وليس دور على منصب نحكي بصراحة يستطيع دور على منصب اللي بدك هي مش بالمعنى يعني أنا بدك أقول لك هي أنه العديد من الأفراد أو الشخصيات داخل مجلس النواب عينهم على رئاسة الحكومة بدهم يصير رئيس وزراء الآن ولكن من الواضح كم واحدة أثور تقريبا يعني بجوز أربعة أربعة بدون يصير رئيس وزراء آه أنا بحكي لكي كمثال كمثال شايف عليه أو رقم تقديري آه رقم تقديري بجوز أكثر شو بعرفني بس أنا من اللي يعني ضد الآن مع استمرار الفصل بين النياب والوزارة بس ولا واحد متجرأ أنه يقدم نفسه أو أنه يعمل اللوبيينج وواضح يقول أنا بدي أكون رئيس الوزراء لأنه ما في قاعدة محددة تجمع تجمع ولذلك بطلع طرح بقول طيب يا سيدة احنا بنا أيام من داخل مجلس النواب شرطا وبنترك التسمي إلى جلالة الملك عسى أنه جلالة الملك أنه يسمي هذا أو ذا هلأ بعض الكتل أو بعض الأوساط داخل الكتل لأنه فيش كتلة موحدة 100% على رأي محددة أو على وجهة محددة ربما تضمر اسما معينا من داخل مجلس النواب ولا ندخلنا أنها لا تجرؤ حتى الآن على المجاهرة وأنا بقول أن الكتل التي لم تسمي الآن والتي بتحكي بتها واحد من داخل مجلس النواب لن تتوحد على اسم لن تتمكن من إنشاء تلاف هاي رسالة واحدة أنا بأعتقد لن تتمكن لن تتمكن من توحدها حول اسم صعب جدا التوحد حول اسم واحد وهناك مطامع لدى البعض برئاسة الحكومة أو يوضع أن يطرح اسمه كرئيس الحكومة القادمة تقريبا أربعة بتقديرات الأسجمية استدراك قصير استدراك قصير هذا لا يشين مجلس النواب إذا ما اتفقوا خلي يطلع عشر تنسبات بأسمها رؤساء وزارة من كل كتلة تنسب من كل كتلة ثمن كتل فلتعطي كل كتلة تنسبة ولكن يجب أن تعطي تنسبة بنحطه أمام جلالة الملك وهو يأخذ بالاسم اللي حاز على أكبر عدد من الأصوات وهذا يحدث في الديمقراطيات هذا ما صار رئيس وزراء هذا مكلف من جلالة الملك يبدأ جولة من المفاوضات عسى أن يبني حوله اتلاف أغلبية طيب دكتور وأنا بدي أسألك هل هناك ضغوط أو تدخلات في الكتلة للاختيار أو التنسب بإسم رئيس وزراء أو اختيار حكومة برلمانية أو نيابية أنا أتحدث عن المستقبل كوني أملك قرار قرار المستقبل جوابني عن المستقبل بالمطلق لم نشعر لا من قريب ولا من بعيد بأي تدخلات وردا على أخوي أبو أمير بقول يعني الحكم المسبق على الأمور بهذه الطريقة بأن هناك يعني فشل ولا نتفق ولا نتوافق أو صعوبة أو صعوبة في الاختيار أنا أختلف مع يعني أختلف مع أبو أمير في هذه النقطة وأيضا أؤكد على قضية التوزير متوزير يا جماعة إحنا إذا أردنا أن نعزز وأن نكرس وأن نجسد النصوص الدستورية وأن نفعلها وأن نرسي قواعد الدولة المدنية فالمدد الأولى من الدستور تتحدث عن أن الحكم نيابي وراثي ملكي وراثي بمعنى أنه من المفترض طبيعي مفترض طبيعي في ظل هذا النص ووضوح هذا النص مفترض طبيعي أن تكون الحكومة برلمانية وقصة لا يسمح الحكومة برلمانية بدها برامج وأحزاب صادر إذا سمحت لي برامجها في الأرض الواقع خلينا أكمل فكرة إيش أنت ما بتقطع حم ما بتقطع عني خلينا أكمل فكرة ما بكتعش الفكرة الثانية الفكرة الثانية إحنا الآن عم نأسس إلى حياة حزبية جديدة لماذا لا تكون وهذا صوت بصوت مرتفع من هنا من هذا الاستوديو لماذا لا تكون هذه الكترة البرلمانية نواة لأحزاب حقيقية لديها برامج ولديها رؤى سياسية لماذا لا تكون ولماذا لا نشكل الآن الأمر الآخر أنا بدي أبطل أحكي عن الأسماء بدي أحكي عن المواصفات ولا بدي أحكي عن المواصفات يا دكتور فكرة معنش اسمح لي خلينا أكمل فكرة أنا بدي أتكمل الفكرة بس ما أنت بتحكي معلومات بدي أتوقف إنها مضطرة أنا طيب كتل نيابية تريد أن تنشئ أحزابا لماذا لا تنشئ مع أنتوا عاقدكم بنفرض قاعد على قمقعد في لجنة يا دكتور ما انفرض من قل لكم انفرض كيف هي الحديث صريح ما أنت بوقف لعا كتلة ثمان كتل يا سلام مش هاي نوالة عمل برلماني حقيقي مش إحنا الآن في النظام الداخلي قاعدين نتحدث عن مأساس الكتلة البرلمانية ومتحدث كيف شروط الانسحاب وشروط الدخول في الكتل مش أيضا لدى النواب رؤية في هذا الموضوع إذن إحنا لما نتحدث نتحدث عن أفكار قابل للتطبيق لا نتحدث عن نظريات ولا نتحدث عن شعارات نتحدث عن أفكار ورؤى قابل للتطبيق على أرض الواقع منسجمة تماما مع نصوص الدستور ومع كل القوانين النافذة ومع النظام الداخلي لمجلس النواب المسألة الأخرى طبعا كيف لي أن أكون كيف لي أن أوافق على تسمية رئيس حكومة ينوي رفع أسعار الكهرباء مثلا في قادم الأيام وكيف لي أن أتعاطى مع رئيس حكومة ليس لديه أي ضابط ولا أي ضمان في تقديم مشروعات إصلاحية حقيقية في قادم الأيام بس أي رئيس مجبر لأنه إحنا موقعنا اتفاقية اتفاقية شو في صندوق النقل الدولي بي السلام بي السلام إحنا لدينا بداء لدينا موقعنا اتفاقية ومخذين مصاري نرفع نرفع الأسعار على المواطن هذا المتفق عليه في صندوق صراحة معناته معناته رسالة للشارع أنه إحنا يا عمي جايين بس نضحك على بعضنا هكذا تراها أقول لك كيف هذا الكلام مرفوض مرفوض جملة من تفصيل مسألة شروط المسبقة تريدون ترشيح رئيس وزراء يعلن رسميا نيته رفع أسعار الكهرباء ومتفق مع صندوق النقل الدولي على جدول ويريد يمشي هذا الكلام مرفوض مطلقا جملة من تفصيل نحن يكتب مستقبل نيامي مرة أخرى ويسمحه لزمالي بأني سأبتعد عن التنظير شوي ونتحدث في صلب الموضوع هناك موازنة موجودة أمام مجلس النواب إن أراد أن يسقط أي حكومة لأنها أي حكومة ستنتخب ملزمة بأن تنفذ هذه الموازنة هناك سعر محدد إلى برميل النفط في هذه الموازنة ومن ثم الأسعار العالمية تبتعد من 10 إلى 15 دولار شهريا عن هذه الموازنة المقدرة في أمام مجلس النواب والليعي جيدا مجلس النواب الكريم بأن هناك عجز في كل برميل 15 دولار إذا أردنا أن لا نرفع أسعار وعلما أنني أنا ضد رفع الأسعار وأن تقدمت الحكومة سواء أن حكومة عبداللنسور أو أي حكومة ثانية على مجلس النواب أن يضع أولويات في رفع الأسعار أين ترفع هل هي على المواطن ولا على الاستهلاك و2000 كيلوات ولا على 2500 ويبتعد عن الشريحة الفقيرة نحن في برنامج الذي وضعناه أمام رئيس الديوان بأننا أمام جلالة الملك بواسطة رئيس الديوان بأننا سنبتعد عن أولا الطبقة الوسطى الفقيرة ليس الترشيح ملزما للكتلة بأن تتبنى إذا ابتعد عن برنامجنا هناك قوانين مفصلية يجب أن تثار في كتاب طلب الاستقام من رئيس الحكومة هذه الأمور شروط قابلة للتطبيق ونستطيع أن نتعاون مع أي رئيس قادم أما أن نقول بأن هناك اتفاق مع البنك الدولي؟ نعم الدولة الأردنية تقترض من البنك الدولي وهناك شروط القالط أنت كمواطن إذا تتقدم لبنك يطلب منك توفير بعض الشروط فإذا لم تكن قادر على تقديم الكفيل وتقديم الوفاء والالتزام بأنك تسدد نفقات شهرية سيقوم عليك بالحجز على أموالك هذا البنك العادي لمواطن عادي الدولة تريد أن تصل إلى مرحلة تقيم بأنها غير قادرة على الوفاء بسداد ديونة غير قادرة على إنجاز أي مشروع تنموي هذا كضرب من الخيال لم نصل إلى منطقة الاكتفاء الذاتي ولم نصل ونتمنى أن نصل ولكن يجب أن نكون منطقيين وعقلانين وأن لا نحكم جزافة منطقية وعقلية بعدين نصوت على الموازنة ونجيزها ومن ثم نصوت على أي حكومة ونجيزها حتى لا نتحدث بلغة أنه حكومة تريد رفع أسعار على الشرع هذا كلام مرفوض جملة وطبسيرنا ولا نريده ولا نكون معه أستاذ أبو الأمير قلتوا ما بدكم من نادي رؤساء الوزراء السابقين طيب ما في ولا وزير مالية سابق عنده فكر إصلاحي اقتصادي قابل للتطبيق من وجود نظركم ما في ولا شخصية عندها مرنامج إصلاحي مالكياسي نحن نريد أن نتجنب محذور التسمية المتسرعة بدون مناقشة أصحاب الشأن مين أسماء اللي بتناقشوها الآن على أقل تقدير نعطينا أحنا طرحنا على الأقل سبع ثمان أسماء ولكن بس بدك تعذرني لسبب أنه اتفق على عدم إعلان هذه الأسماء حتى لا نقع في هذا المحذور منهم وزراء سابقين أقل تقدير بعضهم بعضهم وزراء سابقين وبعضهم ولا إشي بعضهم لم يسبق لهم أن تولوا منصبا حكوميا ولكن بعضهم أداروا مؤسسات عامة أداروا مؤسسات عامة ومناصب حكومية هذا ما تسعى الكتلة تلتق بهم الكتلة لا لا هذا بقول لك الأسماء اللي طرحت لهم واتفقنا أن لا ننشر أي اسم طيب إلا بعد أن نناقش مع المعنيين هذا الأمر بس أنا بدي أقول لك شغلة بعجالة أرجوك أعطي شحك أعطي دقيقة لدكتور مصطفى وعلي طيب معلش تسمية رئيس وزراء يجب أكان من داخل مجلس النواة وأمون خارج يجب على كل كتلة أن تسمي مشروع رئيس وزراء لأن هذا هو الذي ينجح مشروع الحكومة البرلمانية وجلالة الملك وضع الكرة في ملعبنا اثنين رئيس الوزراء المكلف نفضل بقوة أن لا يأخذ نوابا وزراء أن لا يطرح القضية على النواب لأنه سوف يكون هناك سباق على الوزرانة وهذا سوف يسيء إلى وضع مجلس النواب وهو في بداية عهده طيب الشغل الثالث النصف الثاني من القضية هي مناقشة الرئيس المقترح في برنامجه وفي التشكيل الوزرية هذا مهم جدا وسوف نقوم بذلك إن شاء الله بكل جدارة إذا لم يكن النواب وزراء لم يتم وزرانة النواب سوف نتمكن ككتلنا يا بي من مناقشة الأسماء بطريقة أفضل وأن نختار أفضل الشخصيات لملع المناصر الوزرية كلام جميل جدا دكتور مصطفى بقي أمامكم من الوقت عشرة أيام وأنتم الآن أمام تحدي تسمية أحد عضاء مجلس النواب كرئيس الوزراء كيف توقعوا عبدكم وكي ستتخلصوا هل تعتقد بنجاحكم قبل نهاية يوم 9 أو 3 بينكم تسموا رئيس الوزراء بعجالة أرجوك لو سمحت الوقت لا شك أننا سنتفق على التسمية وفق الشروط ووفق الثابت الذي تحدثت فيه هذا الزاوية الزاوية الأخرى أنا أريد أن أتأقول لماذا دائما ننظر إلى الشق الفارغ من الكأس في قضية توزير النواب لدينا 8 كتل برلمانية والمستقلين 9 ألا يمكن أن ينتفقوا على تشكيل حكوم برلمانيين فيما بينهم المسألة يا جماعة مش مسألة يعني امتيازات ولا مسألة توزير ولا مسألة مسألة مرحلة يجب أن نعديها مرحلة يجب أن نضع بصماتنا فيها وحل ذلك بتوزير النواب بوجه نظرك طالما الدستور طالما الدستور سمح بذلك وطرام جلالة الملك وضع المبادرة بين يدي مجلس النواب فلماذا لا يكون مجلس النواب مبادر وقادر على إفراز حكومة برلمانية سينجح مجلس النواب قبل 9-3 ولماذا لا ينجح انت راهو ينجح ولماذا لا ينجح نعم 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 أنا أقول بأنه ينجح وأراهن على نجاح أبو الأمير ينجح مجلس النواب أبو لا ينجح في ماذا في تسمية رئيس وزراء وينجح مع اختلاف الأسماء طبعاً أنا معرف أنه بالضرورة لكن ترون جميعاً أنه سينجح أشكركمكم بالشكر بوجودكم الليلة نأمل التوفيق لكم جميعاً مشاهدين إلى هنا وصلنا نهاية حلقة الليلة من نبض البلد لقاؤنا يتجدد بكم السبت المقبل مني أجمل تحية تصبحونا على ألف ألف خير